صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لسان يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المستمعين صباح الخير والنور والإشراق صباح الإنجاز والتفاؤل والازدهار لإماراتنا الحبيبة صباح نتمنى أن ينعم الجميع به في صحة وسعادة أهلا وسهلا بكم في برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر هذه الإذاعة المتميزة دائما إذاعة نور دبي صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم الهيئة ليكون بوابة مفتوحة على ملاحظاتكم على اقتراحاتكم هي نافذة على مؤسسات المجتمع وأفراده ساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها وأيضا نطرح في هذا البرنامج مختلف المواضيع الطبية الحيوية التي تشغل بال الجميع حقيقة في البداية أحب أن أدعوكم لزيارة موقع البيان .ae والاطلاع على البيان الصحي والذي يحوي العديد من المواضيع التي حقيقة تهم جميع جميع أفراد الجمهور بشكل عام اللي مهتم بالقطاع الصحي واللي يبغي يتعرف على معلومات جديدة في هذا المجال فالموقع يحوي عدد كبير من المواضيع الحيوية التي يمكن أن يستفاد منها في حياتنا العملية وحتى حياتنا الخاصة كذلك عموما مثل ما عودناكم في بداية البرنامج نذهب إلى مطالعة سريعة لوكالات الأنباء والأخبار التي وردت فيها اليوم خبرنا يقول نجح فريق طبي سعودي بفصل التوأم السيامي السوري الطفلتين تقى ويقين المولودتين بالتصاق في الرأسين قبل ثلاث سنوات ونصف السنة في عملية عدد هي العاشرة من نوعها عالميا أجريت العملية في مستشفى الملك عبدالله التخصص للأطفال واستمرت أربعة عشر ساعة وهي الثالثة من نوعها في هذا المستشفى ومرت بست مراحل بدأت بالتخدير وشق فتحتين في الجمجمة للتوأم وصولا إلى المرحلة الأعقد في جراحة الدماغ وهي الفصل وناهز عدد الفريق الطبي السعودي الذي أشرف على العملية ثلاثين فردا ويقول استشاري جراحة المخوى الأعصاب رئيس الفريق الطبي الدكتور أحمد الفريان إنه تم استخدام المجهر المايكروسكوب في هذه العملية لفصل الدماغين بدقة متناهية وكذلك فصل الأوردة والشرايين تحت التكبير بالمايكروسكوب والإضاءة حسين خضر الذي قال إنهما ولدتا من جديد مضيفا إنه لم يقنط من رحمة الله ورحمة الله أوسع من كل شيء خبر يعني جميل جدا إنجاز عالمي نقرأ أيضا خبر آخر في هذا المجال حيث كشفت دراسة أمريكية أن الأطفال الخدج الذين يولدون في الأسبوع الثاني والعشرين من الحمل قد ينجون من الموت إذا ما تلقوا العلاج المناسب وأشارت الدراسة التي شملت آلاف الحالات إلى أنها وجدت أن قلة قليلة جدا من الأطفال في هذا العمر والذين يخضعون للعلاج تمكنوا من النجاة بمشاكل صحية ضئيلة رغم أن الأغلبية لقيت حتفها أو أنها عانت من مشاكل صحية خطيرة ووفق صحيفة نيويورك تايمز فإن الدراسة كشفت أن المستشفيات التي تمتلك وحدات خاصة للخدج تختلف في طريقة تعاملها مع المواليد الـ 22 أسبوع فبينما يقدم عدد قليل منها العلاج فإن العديد من المستشفيات تلجأ إلى تقديم العلاج الطبي للحالات عبر عمليات التنفس المختلفة لتحسين أداء الرئاء وأشارت الدراسة التي شملت خمسة آلاف طفل ولدوا بأعمار تتراوح بين 22 و 27 أسبوع إلى أن الأطفال الذين ولدوا بعد 22 أسبوع من الحمل لم ينجوا دون تدخل علاجي فمن بين 78 حالة خضعت للعلاج نجا نشأوا دون أن يصابوا بأمراض متوسطة أو خطيرة يشار إلى أن حوالي 18 ألف طفل من الخدج يولدون في الولايات المتحدة الأمريكية سنويا منهم خمسة آلاف عند عمر 22 أو 23 أسبوع طيب الخبرين هذين لنحن نرتقينا أن نحن نتكلم عنهم لأننا متوجهين حقيقة إلى خدمات قسم الأطفال بمستشفى دبي ونستضيف معنا عبر الهاتف الدكتور محمود جلال استشاري أمراض الأطفال حديثي الولادة بقسم الأطفال الخدج بمستشفى دبي وقبل أن نرحب في الدكتور يعني خلونا نعطيكم شوية عن قسم العناية بالأطفال الخدج بمستشفى دبي الذي يعد من الأقسام الحيوية المتطورة التي تلعب دورا هاما في تقديم خدمات طبية عالية المستوى للأطفال الخدج والتي تسعى جاهدة لإنقاذ حياة هذه الفئة من المواليد التي تحتاج إلى رعاية طبية خاصة وفائقة الدقة الآن ما نتكلم عن تجهيزات هذا القسم والدور الطبي اللي يقوم فيه فحياك الله معنا دكتور محمود أهلاً بحضرتك إزاي حضرتك أهلاً فيك شكراً جداً على الاستضافة بالنسبة لتجهيزات اسم الأطفال الحديثي الولادة أو اللي زي ما حضرتك قلت رعاية مركزة لأطفال الخدج في مستشفى دبي أنا قدر أقول لحضرتك بمنتهى الأمانة وبمنتهى الصراحة أننا الحمد للقسم عندنا مجهز بكافة التجهيزات اللي تقدر تقولها موجودة في أي أحدث مستشفى العالم كله يعني لو جينا أقول لأمسلاً على الولايات المتحدة أو كندا أو بريطانيا على اعتبار النمبر ناخدهم يعني دايماً المثل في التجهيزات الطبية والعددات الطبية الحمد لله القسم عندنا مجهز بكافة أحدثة أجهزة التنفس صناعة الحديثة اللي بنقول عليها الزيزة أو الهاي فايكوانسي النعبة عندنا حضنات متطورة جداً جداً داخل القسم عندنا أجهزة التبريد الخاصة بحالات الاختناق الولادي عندنا غاز اللي هو بيستخدم في الحالات الندرة اللي بيكون فيها التفاعة في ضغط الشريان الرقوي ده بالنسبة لتجهيزات القسم موجودة والحمد لله كلها على أحداث مستوى عالمي عندنا كمان تجهيزات خاصة في جوة القسم بأطفال حديثة الولادة للحالات اللي بتجينا من دبي وكافة مستشفى دبي أو الامارات اللي حالاتها معقدة وتحتاج مثلاً أطفال أمراض في الكلة تحتاج غسيل كلاوي تتكلم عن طفل حديثة الولادة موجودة عندنا الحالات اللي تحتاج إلى جراحات في القلب موجودة عندنا في قسم الأطفال في مستشفى دبي فالحمد لله قدر أقول لحضرتك إن احنا مقدرش أقول لحضرتك إن في حاجة مقصة أو إن احنا محتاجين نزودها على تجهيزاتنا احنا بنصير التقدم العالمي لأحدث التجهيزات الموجودة في أحدث أقسام الأطفال حديثة الولادة في العالم كله طيب دكتور انت سمعت الخبر اللي أنا كتجرى جابل شوية مظبوط وانا لفاتني يعني أنا بسطت جداً من حضرتك جبت لتكلم عن هذا الأمر أنا عايز أقول لحضرتك حاجة عندنا خلال الثلاث سنوات اللي فاتوا حدي حضرتك بس عندنا عربع حالات وزنهم أقل من خمسمائة جرام الحمد لله بنتابعهم الوقت حالاتهم مستحاك ويسة جداً عندنا طفلين كان وزنهم ربعمية وعشة جرام لو أنا ديت لحضرتك فكرة وقلت لحضرتك إن الطفل أساساً الكامل بيتولد بين ألفين وتمنمائة جرام بتلات تلاف وخمسمائة يعني بين اثنين كيلو وتمنمائة لتلاتة كيلو وخمسمائة منقول طفل ربعمية جرام يعني بالنسبة للتاني سبع سبع تقريباً في الحج الحمد لله عندنا أربع حالات زي ما بقول للحضرتك في الثلاث سنوات جفاته كانوا أقل من خمسين جرام وده كان لما تيجي تضاهيه بالإحصائيات العالمية يطلع مقارب لأحسن الأماكن في العالم بالنسبة للأطفال الأقل من يعني حضرتك قلت لغاية من اثنين وعشرين لغاية سبعة وعشرين أسبوع أسبوع زل حضرتك لما بنعمل إحصائياتنا الحمد لله عملينها في الفين واربعتاشر وارفين وخمستاشر الطفل اللي عندنا من تلاتة وعشرين أسبوع لغاية سبعة وعشرين أسبوع نسبة نحية عنده بتتعدى سبعين في المين ده موسق وموجود عندنا ولحضرتك حدرتك تتطلب ممكن لدي لحضرتك إحزاز بالرقم وبالفرد يليت والله دكتور تفضل موجود كلنا عندنا والحمد لله بنعمله بصفة ثانوية بيتم متابعتهم من الإدارة طوية عندنا دكتور خلني أسألك عن عدد الحالات اللي يخدمها القسم شهري والنجاحات اللي تحققت في قسم خدمة الأطفال الخدج تمام انت حضرك عايز تبسل الأطفال الخدج للأطفال الحديث للولادة عن الأطفال المولودين أنا عايز اللي انت عايز يا دكتور جل لي بس أوضح لحضرك الخدمات التي نحن نقدمها احنا اولا احنا مستشفى دبي عدد حالات الولادة فيها سنويا بيتراوح من 3500 إلى 4000 سنويا تمام كل طفل مولود العادي السليم احنا بنعمله رعاية خط بنعمله فحص تجبي شامل بنعمله فحص خط قبل ما يخرج لأمراض القلب لأمراض الولادة والتنسيل الغذائي وفحص السمع ده الكافة الأطفال المولودين بعد كده نيجي نتكلم عن قسم الأطفال الحديث للولادة هو الرعاية المركزة للأطفال الحديث للولادة القسم الساعنا كانت ساعة وحتى 1 فبراع سنة 2016 اتمين وتلاتين مجهزة على أعلى مستوى خبار حضرتك تقدر التعليمات لنا لأنه زي ما قلت لحضرتك حالات الولادة في المستشفى زائدت من مثلا 3500 تصل حينما 4000 فحسب تعليمات المدير التنفيذ الدكتور عبد الرحمن الجاسم الدكتور جمال الصالح بأننا نازل نتوقع الشيء قبل حدثه فصدر القرار بزيادة عدد الأسر من 32 إلى 38 بدأنا من 1 فبراع 2016 عندنا نكون عندنا 38 سنة في العام الماضي 2014 عدد الحالات اللي دخل القسم كانت 413 حالة تمام؟ في 2015 كانت 431 حالة بسي ما قلت لحضرتك احنا مش شغلنا قاسر على الحالات اللي بي تتوز 15 دبي احنا بيجي لنا كافة الحالات المعقدة من مستشفى الدبي والأمارات كلها اخذ بال حضرتك فده بالنسبة للعدد الأسرة اللي موجودة عندنا بالنسبة لأنك فضل فضل دكتور كمي فضل بالنسبة لكافة الخدمات انا فرحتها لحضرتك انها الحمد لله كلها موجودة ما عندناش شيء الحمد لله احنا بنطور نفسنا كل سنة عشان نواكل التطور العالمي لكن لما نيجي نبص على الخدمات اللي عندنا الحمد لله كلها متوفرة وعلى اعلى مستشفى دكتور ران قبل اختم هذا اللقاء بس ابغيك تتوجه بكلمة لالامهات او الى المرأة الحامل اثناء الحامل وكذلك ما الذي يجب ان تفعله بعد الحامل وشو هي الحالات او الكلمة اللي تبغي توجهها لهذه الفئة بص حضرتك بالنسبة لأي ام الشيء النصيحة الهمة جدا 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 لانها عليها انها تاخضع لبرنامج الرعاية اخضر حضرتك قبل الولادة ليه لانه من الاشياء المهمة ان احنا لما بنتشف شيء مبكر نقدر يبقى التدخل بيتم في الوقت المناسبة الحمد لله في هيئة صحة دبي عندنا رعاية لكافة الامهات فالنصيحة اللي بنقولها ليهم نتمنى ان هم يوصبوا على مواعيد المتابعة عشان دايما اي شيء بنتوقعه نقدر نتدخل في الوقت المناسب ده شيء لانه توقع الشيء اهم من انك توجهه ان انت لما تتوقعه تقدر يكون عندك التجهيزات الغازمة دي ونقله للمكان المناسب اللي يقدر يتم في حالة الولادة بشكل موضوع الحاجة التانية طبعا بالنسبة بعد الطفل ما يتولد اهم شيء بنوجهه لكل الامهات والحمد لله احنا مستشفى دبي من المستشفىات من اوائل المستشفىات في الامارات البيتساملة اللي هقوله لحضرتك ان احنا دايما بننصح الام بانها دايما تعتني اعناها خاصة بالرضاعة الطبيعية لان هي اساس صحة الطفل واساس بقيته من امراض كتيرة جدا جدا فدي من اهم الاشياء اللي احنا بنركض عليها بالنسبة للمتابعة الحمد لله احنا بنتابع كافة الاطفال المواليد دايما اوطر حضرتك وابنعملهم فحوصات شان لما قبل ما يكرهوا من المستشفى فدي ده اللي قدر اواجهه لكل ام وان شاء الله ربنا سير وتكونوا الامور يعني لو كلمتين السنة قاني يديك احساد تكون احسن بإذن الله كمان ان شاء الله يا رب دكتور محمود جمال استشاري امراض الاطفال حديثي الولادة بقسم الاطفال الخدج بمستشفى بيناح نشاكرين لك هذه المداخلة شكرا جزيلا اذا مستمعين انحي متواصلي معاكم وهناك مواضيع جديدة سوف نطرحها بعد الفاصل ما نتواصل حقيقة حول موضوعك نتكلم عن الاطفال الخدج الان بعد الفاصل ما ننتقل للحديث عن كبار السن وكيفية رعاية هذه الفئة التي تتواجد في هذا المجتمع اللي حاب يتداخل معانا ممكن انه يتصل على رقم 60055 1414 او عبر الرسائل النصية على الرقم 4006 فاصل وما نرجع لكم صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في هذا الجزء الخاص بالحديث عن كبار السن من برنامج صحة وسعادة البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي مستمعين للتواصل معنا يمكنكم الرسال الرسال النصية على الرقم 4006 أو عبر الاتصال على الرقم 600551414 حقيقة المستمعين يعني حرصت الهيئة ضمن جهودها المستمرة على تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات المتميزة التي تترجم رسالتها ورؤيتها وتوجهاتها الهادفة إلى الوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة هيئة الصحة في دبي أولت جل اهتمامها لتقديم خدماتها المتعددة والمتنوعة والمتخصصة لكبار لفئة كبار السن وعبر العديد من الوسائل والقنوات والنوافذ الخدمية المتمثلة حقيقة في قطاع الرعاية الصحية الأولية وفي مراكز الرعاية الصحية العامة والمتخصصة إضافة إلى وجود خدمة يعني أو مبادرة جميلة جدا اللي هي الزيارات المنزلية للحالات التي تحول ظروفها الصحية للوصول إلى مراكز الخدمة إذن خدمات رعاية كبار السن بهية الصحة بدبي هي تحت المجهر اليوم وضيفتنا حقيقة اللي بتتحدث عن هذا الموضوع الدكتورة أمل جزيري استشاري ورئيس شعبة كبار السن بقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي حياتي الله معانا دكتورة أهلا مرحبا محمود دكتورة ما نتكلم أول شيء خلينا ناخذ فكرة عامة عن الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي لهذه الفئة فئة كبار السن في البداية بتقول أنه كما هو معلوم أن أعداد كبار السن على مستوى العالم في تزايد حاليا إحنا عندنا ما يقارب ثمانمائة مليون ومسن في العالم وهذا شيء طبعا يتطلب أن القطاعات الصحية توفر خدمات خاصة لهذه الفئة في هيئة الصحة في دبي احنا عنا شعبة رعاية كبار السن اللي تتبع قطاع الرعاية الصحية الأولية وهذه الشعبة مسؤولة عن تقديم خدمات صحية خاصة لفئة كبار السن على مستوى الهيئة بالإضافة إلىها مسؤولة عن تطوير هاي الخدمات وفق استراتيجية منسقة ومعتمدة من الإدارة العليا في الهيئة الخدمات اللي عنا خدمات متنوعة متواجدة في قضاع الرعاية الصحية الأولية وعنا كذلك خدمات على مستوى قطاع المستشفيات في الرعاية الصحية الأولية عنا احنا خدمات عيادات كبار السن متوزعة على عدة مراكز صحية وتخدم منطقة دبي ككل عنا برنامج زيارات المنزلية لكبار السن عنا برنامج العلاج الطبيعي بتأهيل كبار السن عنا غير عن الخدمات العلاجية عنا خدمات وقائية عنا برنامج شطعيمات كبار السن عنا برنامج الفحص الدوري لكبار السن عنا خدمة دار الرعاية التمريضية لكبار السن ملتقى الأسرة على مستوى قطاع المستشفيات عنا وحدة رعاية كبار السن المرضى طبعاً اللي هم يدخلون المستشفى لأي واكة صحية إذا طلب الأمر يمكن تحويلهم على أخصائي طب المسنين المتواجدين في المستشفى نعم دكتورة يعني من الحديث اللي تطرقتي لها الهيئة ضمن اهتمامها بهذه الفئة استحدثت مثل ما ذكرتي العديد من العيادات التخصصية لخدمة كبار السن في مختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية وأيضاً قطاع المستشفيات وفي قطاع المستشفيات كذلك طيب دكتورة أبغي أتعرف على الأمور التخصصية هذه العلاجية اللي أنتو تقدمونها لهذه الفئة من خلال هذه المراكز طبعاً في الرعاية الصحية الأولية مثل ما ذكرت احنا عنا عيادات تخصصية لكبار السن فهناك عنا عدة عيادات في عيادات كبار السن العامة وهاي العيادات متواجدة مثل ما ذكرت في عدة مراكز صحية عنا احنا خمس عيادات في الرعاية الصحية الأولية وعنا عيادة في مستشفى راشد العيادات اللي في الرعاية الصحية الأولية احنا عنا عيادة الصفا عيادة في الصفا وعنا عيادة في ند الشبا والخوانيج والممزر وند الحمر طبعاً دور العيادات انها هي تقدم فحص طبي شامل لكبار السن بالاضافة الى تشخيص وعلاج الامراض الشائعة لدي كبار السن ومتابعة طبعا حالة كبير السن في هاي العيادات عندنا عيادات ثانية تخصصية مثل ما ذكرت من ضمن الامراض يعني الشائعة لدي كبار السن هو شاشة العظام فعندنا عيادة شاشة العظام في مركزين عندنا في مركز الممزر ومركز البرشة وهاي العيادة متخصصة في تشخيص وعلاج حشاشة العظام عندنا عيادة الذاكرة وخرف الشيخوخة وهاي العيادة متخصصة في علاج امراض الذاكرة وخرف الشيخوخة بالاضافة الى طبعا السلوكيات والاعراض المصاحبة لهذا المرض وهي نحن حاليا عيادة وحدة على مستوى الهيئة في مركز المزهر الصحي عندنا كذلك عيادة تأهيل كبار السن وعيادة السقوط المتكرر كبار السن طبعاً يعانون من مشاكل في العضلات في المفاصل والمشاكل هاي تكون مزمنة وتحتاج لأخصائي انه يساعدهم على التغلب على هاي المشاكل كذلك ممكن نسمع وايد ان كبار السن دايماً يونه في العيادة احياناً يشتكون انه مثلاً الابن او الابن يقول مثلاً ان الوالد عندي يطيح وايد فالسقوط هذا طبعاً تعتبر مشكلة وظاهرة لدي كبار السن ويمكن يكون لها عدة اسباب فاحنا المفروض ان احنا فهاي العيادة نطلع على الاسباب هذي اللي ممكن تسبب هاي الظاهرة وبعد يتم طبعاً تشخيص السبب وتوفير العلاج اللازم لتفادي هاي الظاهرة الدكتورة انا قبل لا اطلع فاصل بس ابغي اسألتها الحين يمكن اننا دخلنا في موضوع الخدمات والعيادات اللي موجودة لكن كنت ابغي اسأل منوه كبير السن يعني شو مفهوم كبير السن في حد من الناس يعني ممكن يصنفر لبعد الاردعين سنة طبعاً قبل كان كبير السن او يربط بالعمر اللي هو سن ستين سنة اللي هو سن التقاعد لكن حالياً مفهوم كبير السن تغير في المجتمع او عالمياً حتى فاصبح طبعاً يعني كبر السن ما له عمر اذا انا ممكن القى مثلاً شخص عمراً في الستين او حتى يمكن يكون في السبعين لكنه يتمتع بصحة جيدة عنده قدرة على الانتاج قدرته الوظيفية والحركية جيدة بالعكس له دور في المجتمع يعطي فانا ما اعتبره مسن المسن معناته الشخص اللي هو عنده عجز يعني ربطه خاصة بالعدز الحركي او العجز الاجتماعي الشخص اللي هو يعاني من مثلاً عجز حركي بالاضافة الى انه منعزل تماماً فممكن اقول هذا مسن او مصاب بالشي خوخة احيانا في ناس في الثلاثين دكتورات يعني تحسينهم كبار في السن يمكن هذا يكون مرتبط بنامط الحياة يعني طبعاً هناك في بعض امراض يعني معينة ممكن قد تصيب الناس اللي هم اصغر سنة من سنة ستين السبب لهم عجز في فحوصات يسوونها دكتورة بس يحددولك عمرك الصحي انا ما اذكرش اسم الفحص ما ادري اذا يحضرت اسم الفحص بس يحددلك يعني احياناً كثيرة يقولك انت عمرك على حسب وظائف اللعظاء اللي في الجسم ممكن يكون اكثر ممكن يكون اقل صحيح هو فيه جهاز يقيصلك طبعاً يعني التقدير العمري على حسب يعني القدرات الوظيفية لأعضائك بس احنا طبعاً كل ما احنا حسنا من نمط الحياة حسنا من نوعية اكلنا استمينا بصحتنا فأكيد طبعاً من اخر الشيخوخة هي من اخر الشيخوخة عموماً دكتورة انا عندي العديد من المحاور والعديد من الخدمات اللي انتو تطرحونها من خلال خدماتكم في هذا المجال بعد الفاصل بتكلم عن برنامج الزيارات المنزلية واحد من البرامج المميزة اللي حقيقة تقدمونها لكن من صلت ضوء اكثر وايضاً اخواني اذا عندكم انتو بعد اي تجربة ولا اي مداخلة حابين تشاركون فيها كذلك نحن الموضوع مفتوح وايضاً اذا عندكم لحظات عامة عن الخدمات الصحية التي تقدم من قبل هيئة الصحة او عبر القطاع الصحي في امارة دبي فالمجال مفتوح جدامكم هذه نافذتكم ممكن تتصلون على الرقم 600551414 وعبر الرسالة النصية على 4006 التفاصل وان شاء الله ما نرجع لكم صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلاً وسهلاً بكم في الجزء الأخير من برنامج صحة وسعادة والذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي مستمعين كنا قبل الفاصل قد تطرقنا إلى موضوع حيوي وموضوع مهم جداً نتحدث عن الخدمات المقدمة لرعاية كبار السن وما زالت معانا الدكتورة أمل الجزيري السشاري ورئيس شعبة كبار السن بقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي متواصلة معانا دكتور نحن تحدثنا حقيقة عن عدد من المحاور وعدنا الجمهور أننا نتكلم الآن على واحدة من المبادرات الجميلة اللي هو برنامج زيارات المنزلية هذه أحد الخدمات المتميزة التي توفرها هيئة الصحة بدبي لكبار السن الآن قبل أتطرق إلى مسأة متى انطلق هذا البرنامج وما هي الخدمات اللي يقدمها حقيقة أنا عندي إحصائية ما الـ 2014 اللي أنتو أتذكر سويته 3800 زيارة منزلية لخدمة كبار السن في 2014 2015 شو اللي صار؟ 2015 طبعا زادت زادت النسبة وصلت لـ 5000 وشوية ما شاء الله طبعا نحن عندنا الزيارات المنزلية اللي نقدمها على مستوى قطاع الرعاية الصحية الأولية حبت أقول أننا نوعين من الزيارات في زيارات تتم عن طريق المراكز الصحية لجميع الفئات العمرية يعني ما بس كبار السن طبعا منها يتقدم للمرضى اللي هم عاجزين عن متابعة هالاتهم الصحية في العيادات طبعا الأهالي يطلبون الزيارة هذه عن طريق على حسب طبعا كل كل شخص تابع لأي مركز صحي فيطلبون الزيارة من اللي هو الأخصائي أو المدير مدير الإداري مدير الإداري في المركز طبعا هو بعدين فيه فورم معين يا أبي فيه أرقام معينة الواحد ممكن يتواصل على هذه الأرقام ويمكن يطلب هذه الخدمات هو مثل ما ذكرت أن جميع المراكز الصحية فإذا هو يتبع هذا المركز يصير عند المدير الإداري للمركز يقدم طبعا طلب عن طريق فورم معينة وهو بيساعد فيها وعقب طبعا المدير الإداري الطلب هذا عن طريق ذو كبير السن أو أنا مثل ما ذكرت يعني كبير السن أو حتى لو الفئات الأخرى تقدم في المراكز عقبها طبعا المدير الإداري بينسق الزيارة مع فريق زيارات المنزلية في كل مركز وبعدين بيتم زيارة كبير السن إذا بعدين طبيب العائلة وجد أن المريض هذا محتاج أو مطلب حالته أنه ينشاف بأخصائي طب المسنين بيتم تحويله لفريق زيارات المنزلية لكبير السن جميل دكتورة أنا أتذكر في حافلة أو باص مجهز بكافة المعدات هذه وهو اللي ينطلق لمثل هذه الزيارات خلينا نتكلم على التجهيزات اللي أنتو تسوونا خلال هذه الزيارات أنتقصتك المختبر المتنقل باص المختبر المتنقل اللي موجود عنا طبعا إحنا عنا في كل مركز صحي يوجد طبعا مواصلات خاصة لفريق عمل الزيارات المنزلية بالنسبة لنا إحنا ككبار السن إحنا ينطلق عنا يوميا ما يقارب ثلاث باصات طبعا يطلعون أحيانا فريق واحد أو فريقين من فريق الأطباء مع التمريض بالإضافة إلى إحنا عندنا باص للعلاج الطبيعي وفي عندنا وحدة المختبر المتنقل طيب دكتور البرنامج بدأ متى 2013؟ بدأنا في 2012 شهر واحد الآن أبغي تطرق أنت تحدثت عن أرقام عالمية بالنسبة للمسنين أنا أبغي أتكلم على مستوى إمارة دبي الأرقام اللي كانت في 2012 تقول أن عدد مسنين في إمارة دبي فوق الـ 65 سنة بلغ 11415 مسن حسب إحصائيات مركز دبي للإحصاء 2012 نسبة المواطنين فوق الـ 60 سنة من مجموع السكان المواطنين تصل إلى 5.2% أيضا أنتم كنتم متوقعين أن هذه النسبة بتوصل لـ 11% عام 2032 وممكن توصل لـ 29% في عام 2050 أعتقد أننا إن شاء الله نكون من ضمن هذه النسبة في 2050 بس الآن هذا الكلام كان في 2012 شو اللي استجدل حين أننا في 2016 هو على حد علمي أن آخر إحصائيات اللي هي انطرحات المركز دبي للإحصاء كانت إحصائيات 2012 أنا ما عندي فكرة إذا هم لحد فترة قصيرة لما أنا تعيكت على موقعهما كانت في إحصائيات يديدة بس أتوقع أنه بتكون قريبا بتطلع الإحصائيات اليديدة للمركز الأرقام اللي تكلمت عنها اللي هي نسبة 5% هي هاي على مستوى الدولة ومش على مستوى إمارة تتبي إحنا عنا ما يقارب الـ 5% من المسنين على مستوى الدولة متوقع أنه يصلون 6% على 2017 ومثل ما ذكرت 11% على 2032 و29% على 2050 طيب هذه الأرقام شو تعطينا مؤشرات دكتورة؟ مثل ما ذكرت في البداية أن أعداد كبار السن على مستوى العالم طبعا في تزايد نسبة الإعمار كذلك في تزايد إحنا حين معدل الإعمار أو متوسط الإعمار عندنا ما يقارب الـ 78 سنة فمعنات أني أنا بعد فترة بلاقي أن أعداد كبار السن زادت هذا يطلب طبعا توفر خدمات لهاي الفئة فالمفروض أني أنا أستعد لها من الحين أضع لها خطط استراتيجية ولله الحمد إحنا مثل ما ذكرت إحنا عنا خطة استراتيجية للهيئة في خدمات كبار السن وعلى مستوى الدولة مجلس الوزراء قام بالتكليف وزارة الشؤون الاجتماعي بوضع خطة وطنية لكبار السن تشمل جميع كافة النواحي مش بس النواحي الصحية حتى النواحي الاجتماعية الاقتصادية التعليمية اللي تخص كبار السن طيب دكتورة يعني برجع أتحدث عن مبادرة خدمة الزيارات المنزلية يا ترى شو هي الشروط والمعايير اللي أنتو حاطينها لبثل هذه الزيارات إحنا لنا فئة طبعا مستهدفة اللي هي فئة كبار السن إحنا ناخذ بالفئة العمري اللي هم ستين سنة فما فوق واللي هم يكونون عادزين حركيا أو ذهنيا من أنهم يتابعون حالتهم الصحية في العيادات العجز الحركي طبعا هو يمكن يكون معروف بس العجز الذهني اللي نحن نقصد فيه يعني ممكن نلاحظ أحيانا ييني مثلا أهل المريض يقولون أن المريض رافض أنه يي العيادة يمكن مثلا يكون المريض مكتئب فهو رافض يطلع من البيت أو مثلا يقولون إحنا ما نقدر نيبل لأن المريض مثلا يصارخ أو متهيج فتكون عنده عجز ذهني إحنا نسميه الفئة المستهدفة كذلك الفئة حديثية الخروج من المستشفيات وطبعا هاشا يحدده الطبيب المعالج في المستشفى لما يطلع المريض يحط خطة علاجية ويقول لي مثلا هل المريض محتاج متابعة مكتفة عن طريق برنامج الزيارات المنزلية بعد خروجه من المستشفى عشان ما تدهور حالته ويرجع للمستشفى مرة ثانية فهذه إحدى كذلك المعايير طيب دكتور أنا قبل لا أختم هذا اللقاء وعطيتي الكلمة الأخيرة أريد أن أسأل سؤال شوية خارج عن الموضوع أريد أن أتكلم عن طبيعة هذا التخصص طبيعة التعامل مع كبار السن بالنسبة لكم بالنسبة لوجودك كمرأة إماراتية متخصصة في هذا المجال يا ترى دكتورة يعني شو الأشياء اللي تميز تخصصكم هذا وشو الأشياء اللي تميز أن الواحد يتعامل مع شخص كبير في السن عن غيره من المرضى بمعنى هناك بعض الاشتراطات والمعايير ممكن تكون نفسية نحن كبار السن نحيانا يعني اللي عندنا الله يحفظهم في بيوتنا والله يعطيهم طولة العمر في لهم طبيعة خاصة في لهم تعامل خاص حتى احتوائهم نفسيا يكون احتواء خاص فما بالكم إذا كان أنتم متخصصين في هذا المجال تتعاملون دائما مع شخصيات مختلفة من كبار السن أنت مثلا ما ذكرت هاي فئة خاصة أولا طبعا فئة كبار السن فئة يمكن تكون شوي يعني تتطلب أن أنت تتعامل معها يعني بحكمة شوية خاصة أن هاي الفئة تمتاز أنها فئة عندها خبرة يعني حياتية خبرة يعني غير عن الخبرة طبعا هي فئة حكيمة في التعامل أنا أتكلم طبعا عن الفئة اللي هي واعية فطبعا تعاملهم يكون يعني لازم تعاملهم جدا باحترام يعني ممكن تنزل لمستوى يعني حتى ثقافتهمهم كبار السن طبعا مثل ما قلت لك إذا هاي كانت كان كبير السن واعي لكن إذا كان كبير السن غير مدرك ممكن طبعا إيه بأعراض معينة يكون مثلا معصة يكون يعني غير مدرك فأنا بتعاملوا إياه بعد بنوع من الهي يعني له أسلوب معين في التعامل معه كبار السن لما يوني ما يوني مثلا بمرض واحد يوم بعدة أمراض فالمفروض أني أنا لما أفحص كبير السن أتطالى أتشوف شو المشاكل الصحي اللي يعنيها بالإضافة إلى أني أنا غير عني أنا أتطالى حالة الصحي المفروض بعد أتشوف وضع الاجتماعي طيب هني الدكتور أنا بغي أسألك بالنسبة لأفراد المجتمع بأخذ هذه كلمة أخيرة كذلك منك شو تبغين تقدمينهم نصيحة في التعامل مع كبار السن ومع هذه الفئة وأيضا بختم معاتش اللقاء بكلمة أخيرة تفضلي ما لي تعدي السؤال يعني شو النصيحة التي توجهينها للناس في عملية تعاملهم مع فئة كبار السن في التعامل طبعا أنا أحيانا أحتاج أني أكون صبورة في التعامل معاهم أحتاج أني أكون حكيمة في التعامل معاهم طبعا أنا كطبيبة يمكن تكون عندي خبرة في كيفية التعامل مع كبار السن خاصة بالمشاكل العديد اللي يون فيها الإنسان العادي كيف؟ الإنسان العادي كيف ملازم يتعامل مع كبار السن اللي موجودين معاه في البيت؟ طبعا أنا لما أشوف عندي كبير سن في البيت إذا أنا لاحظت على كبير السن هذا بعض التغيرات ممكن تكون هاي التغيرات يعني أنا أعتقد أنها تكون تغيرات عادية مع الكبار في السن لكن هي ممكن تكون تغيرات مرضية يعني مثلا إذا شفت كبير السن مثلا من عزل في البيت يعني مبراد يطلع من الغرفة فممكن أفكر أن المريض هذا مصاب مثلا بالاكتئاب إذا أنا شفت مثلا المريض عنده صعوبة مثلا في الحركة وممكن يكون لأسباب مرضية خلت تكون عنده صعوبة في الحركة وممكن علاجها مثلا إذا أنا مثلا شفت المريض مثلا ما يرقد بالليل أو مثلا يعاني في نومه بالليل أو نومه مضطرب بعدها ممكن يكون مش طبيعي يكون لأسباب مرضية معينة يمكن علاجها فتعاملنا يكون معهم طبعا يعني عادي إذا كان المريض طبعا بصحته لكن إذا كان يعاني من بعض المشاكل المفروض أن الأهل يدخلون فيها ويبون المريض للطبيب صحيح في حالة يعني أنهم لاحظوا أي تغيرات غير عادية يعني نوجههم إلى الاستشارة الطبية في هذا المجال يعني الحفاظ على صحة كبير السن لديهم بالنسبة طبعا المرضى اللي هم يعانون من مشاكل ذهنية وسلوكية طبعا إحنا عيادة كبار السن أو عيادة خرف الشيخوخة هي ممكن إحنا نيلس مع الأهل ونسوي لهم مثلا جلسات ونعلمهم كيف يتعاملون مع يعني هاي الحالات المرضية ممتاز ممتاز إذن دكتورة أمل الجزيري السشاري ورئيس شعبة كبار السن بقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة في دبي نحن شاكرين لك هذا التواجد وشاكرين لك هذه التوضيحات وحقيقة ما خلصنا كل النقاط اللي نحن كنا حابين تكلم فيها الوقت أدركنا لكن سامحيني أنا أبغي أنتقل إلى موضوع حقيقة وايد مهم نبغي أن نسلط الضوء عليه نحن شاكرين لك ومن أنتقل عبر الهاتف معانا الأستاذ عبدالله سعيد الفلاسي أخصي الشؤون الإدارية والمالية بإدارة التعليم الطبي اللي يعني بيتكلم الحين عن تنظيم هيئة الصحة في دبي في هذه الأثناء بالتعاون مع شرطة دبي محاضرة توعوية بعنوان الابتزاز الإلكتروني عبر التواصل الاجتماعي بهدف رفع الوعي بهذا النوع من الابتزاز وكيفية التعامل مع هذه الحالات أخويا عبدالله صبحك الله بالخير وعطنا فكرة عن هذه المحاضرة وأهدافها صبحك الله بالنور وضع ترحماني أخويا محمود المحاضرة هي توعية بعنوان الابتزاز الإلكتروني عبر التواصل الاجتماعي كانت تعاوننا متمثلة في إدارة التعليم الطبي مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات متمثلة بالمهندس غير البنزينة ومع خدمة الأمين متمثلة بالأستاذ عبدالله الأشكري في دور الحملة اللي هي عبارة عن توضيح وتعريف معنى الابتزاج الإلكتروني عبر التواصل الاجتماعي لكل الفئات الصغيرة والكبيرة وقالت تخص اليوم للموظفين هذه الصحة بالأخصوص المحاورة والمواضيع اللي بتركز عليها هذه المحاضرة عبدالله هي حملة وعية توضح لمعنى كيفية الابتزاج مع الأمثلة مع نوع كيف تتعامل مع أي خبر إلكتروني وصل لك أو حتى مع العائلة أو دور الوالدين في التعامل مع ابناهم لأن الابتزاج ذكروا الجماعة شامل جميعا معنى الابتزاج مادي معنوية ماليا حتى لو نوع من الابتزاج الجنسي للأطفال أو التحرج فيهم فكانت الضمن هي محاورة كلية لكل معنى الابتزاج والاستدراج الأطفال خاصة عن طريق للتواصل الاجتماعي طيب عبدالله أنتو ليش توجهتوا إلى يعني التعاون مع هذه الجهات الحكومية شرطة دبي وغيرها من الجهات في تنظيم مثل هذه المحاضرات بالتحديد، ليش مش محاضرات صحية؟ طيب عملك تشوف في الحين في الجيل اليديد العياننا ونحن كأشخاص صار في نوع الاهتمام في الأمور الإلكترونية وعدم تواصل المعنوية مع الأهل والبيت في الكامل فبعد دورنا نحن نحن نحاول نوصل معلومة للجماعة سواء بعيدة عن الأمور الصحية فيها ضرارة صحية هي باستخدام الأمور هذه ولكن المعنوية اللي هي عايدة على الآلة كان أكثر حاولنا نركز على هالأمور من الحالات خاصة للموظفينا وخارج الموظفينا لأننا نحن نشوف أنها تكون مفيدة من ناحية الاجتحال الاجتماعي والتواصل بين الأفراد جميل عبد الله أنتم دائما تقومون بالعديد من الفعاليات اللي تستهدف موظفي الهيئة وأيضا تستهدف أسرهم في بعض الأحيان الأولاد موظفي الهيئة أيون فنبغي نعرف يعني خططكم إن شاء الله المستقبلية في هذا المجال في طرح مثل هذه المحاضرات وهذه المبادرات شو الأشياء اللي ممكن تطرحونها وأيضا هل مثل هذه المبادرات هي بتكون خاصة فقط للموظفين وأسرهم ولا ممكن تنفتح كذلك للجمهور أنه ممكن يزورون المكتبة الطبية وحضور مثل هذه الفعاليات شيء طبيعي نحن إن شاء الله في السنة هالي 2016 مركزين تركيز كامل على المحاضرات وإحنا مو بس بنركز على الموظفين هي حتى الخارج وعندنا نعمل من بعد التركيز على الأبناء الموظفين وغير الأبناء وخلي تخص الأمور العائلية الاجتماعية الصحية بعد منها في محاضرات بتكون صحية تخص العائلة من الأسعابات الأولية وغير الدورات اللي نحن بنركز فيها والمحاضرات اللي هي تفيد المجتمع نحن نحاول السنة هذي إن شاء الله ندخل للمجتمع نطلع شوي من إطار اللي هنا فيها كصحة نطلع خارج شوي لتوعية الأشخاص وتكون عام إن شاء الله بيعود الله طيب عبد الله كلمة أخيرة تريد توجهها أنا بصراحة أتمنى خاصة ندائي للأباء خاصة الأم والأب التركيز والانتباه لعيالهم خاصة في تواصلهم مع التواصل الاجتماعي الإلكتروني فيه ممكن إيجابيات ولكن السلبيات كثيرة نركز عليهم ونحاول ما نمنحهم من التواصل ولكن نعلمهم كيف استخدام التواصل الاجتماعي الوجه الصحيح الأستاذ عبد الله سعيد الفلاسي خصائي شؤون الإدارية والمالية بإدارة التعليم الطبي في هيئة الصحة في دبي نحن شاكرين لك هذه المداخلة ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في هذه المحاضرة وغيرها من المحاضرات شكرا جزيلا لك شكرا يخو إذن مستمعين في هذه الأتنامة المذكرنا هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع شرطة دبي تنظم محاضرة توعوية بعنوان الإبتزاز الإلكتروني عبر التواصل الاجتماعي موضوع جدا مهم وقيم وحقيقة هي مشكلة يجب علينا أن ننتبه لها وبشكل أو بآخر قد تؤدي يعني إلى بعض الأمراض الصحية سواء نتيجة مثل هذا الابتزاز قد يصير أن الواحد يوصل مرحلة من الاكتئاب من القلق أمراض نفسية وممكن أن تؤدي في دراسات عالمية أدت إلى الانتحار في حالات كثيرة فالمسألة جدا خطيرة يجب الانتباه لها ويجب توعية المجتمع بمخاطر مثل هذه الأمور عموما مستمعين نحن وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم في الختام لا أملك إلا أني أشكر جميع الزملاء اللي ساهموا في إعداد هذه الحلقة وأيضا أنا في رسالة ما قريتها يعني من بين الرسائل كانت كبار السن بحاجة أن تعاملهم بصبر وحكمة وعدم الدخول في جدال معا حول أي موضوع ولا تنسى أن تبتسم وتقول له دائما أنك تحبه بعبد الله بعبد الله هذا الكلام مو بس لكبار السن لكبار السن وصغار السن وللمرأة وللزوجة وللأم وللكل عموما وصلنا لختام حلقتنا فالشكر جزيل لفريق الإعداد بقسم الإعلام بإدارة التسويق والإتصال المؤسسي وكل الشكر لمخرجتنا اليوم رحاب المراشد على هذا الإخراج الطيب وعلى سماحته وسأصدرها وأيضا هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وحتى نلتقي في الغد إن شاء الله حلقة مميزة عندنا باتر فنقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي